وتاني، كون أنه في حوار داير في بلدنا، دي حاجة صحية جدا إذا توقف الحوار وإذا توقفنا عن إبناء الرأي فيما يخصنا ويخص حياتنا فده كان نقوص الخطر اللي أعتقد ومقدرش أجزم يعني أنه كان محرك البداية لأنه مناشدت الرئيس بأنه يبقى فيه حوار وطني خط موازي للحياة العامة والحياة سياسية يبقى مستمر ويبقى مؤثر كمان نفسي قوي أسأل عن الخط السياسي بعض الناس أو بعضنا هيقول طب ما هو فيه مسارات سياسية للمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكيد قدمت كمان ورقة مقترحات للحوار الوطني كان إيه أولويات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خصوصا أن إحنا نقدر نقول أنتم الفصيل الموجودة على الأرض ونشهد بدأ قوي قوي أيام الانتخابات الاقتراب الحقيقي والنزول الحقيقي للشارع ومصر من شمالها لجنوبها فبالتأكيد قدرتوا تجمعوا كتير من الناس بتطلبوا منكم بشكل يوم إحنا عندنا حاجتين عندنا تنسيقية لها رؤية معينة داخل قصة الحوار الوطني وأيضا أعضاء التنسيقية أن كل واحد برضو كانت لي رؤية عن التنسيقية عايزة تقدمه بمعنى إحنا دلوقتي عندنا حاجتين أنه فيه أعضاء بتقدم زيها زي أي حد مواطن بيقدم مكترح معينة بشكل فرد بالزبط وفيه التنسيقية نفسها عنده مكترحات معينة ككيانة بالزبط فبتدينا نجمع الاتنين مع بعض ونشوف كل واحد كان هدفه إيه في موضوع أنه هو يتكلم ويقول أنا عايز أوصل صوتي عشان خاطر نحقق حاجات على الأرض الواقع منها مثلا لما تكلمنا عن فكرة المجتمع المدني وابتدينا نشوف مدى تأثير المجتمع المدني داخل الجامعات المصرية لقينا حاجة مهمة جدا وده ملف مهم جدا ألا وهو الاتحاد الطلاب أو الأنشاط الطلابية ودي مجتمعات يعني أنا بشرف أن أنا بأسست أحدك مؤسسات المجتمع المدني في مصره اللي تشتغل مع شباب كتيره وتشرفت أنها واحدة من أهم المؤسسات تشتغل مع شباب أيها دعا قولي يبنى الضغط الشباب أنت دعا دعم كبير لينا في صراحة يدينا في القصة دي برضو شوفنا أن اللجان النوعية لداخل اتحادات الطلبة مع احترامي كامل لها لو الدولة عايزة تعمل أي مشروع وزي ما السيادة الرئيس دامي بيقول دور التوعية أن ملفات الدولة كلها تتصب في أفكار الشباب ده مش موجود عشان مصرح مع حيك مش بيحصل بيحصل حاجة صغيرة جدا طب إيه اللي مفروض يحصل وغير أن هنسمعهم أكتر التنفيذ على الأرض الواقع يعني عندي لجنة اسمها اللجنة الاجتماعية داخل اتحادات الطلبة وعندي وزارة اسمها التضامن الاجتماعي واللجنة الاجتماعية كل اللي بتعمله داخل الجامعات اللي هي تعمل سواء كندوة تثقفية داخل الجامعة أو حاجة تخص مثلا منطقة عشوائية فتستطور فيها الجزء صغير إيه ده لا طبعا ده ملف الحماية الاجتماعية عندنا ملف كبير جدا نفس النظام لجنة السياحة جوا في اتحاد الطلبة وده ابتدينا نسمع عشان كده خعملنا لجنة وبتدينا نسمع أراء الشباب من اتحاد الطلبة المختلفة على مدار الجامعات الحكومية والخاصة وأيضا كمان الجامعات الأهلية شفنا الأفكارهم لأ جامعة من ميرج من ملينك ده مع ده ونشوف أن أدي مثلا عندنا لجنة وزارة السياحة بالحاجات الجميلة اللي بتعملها هل هي وسط للشباب أساسا ولا هي الشباب بس انطلع رحلة نشرهم الشيخ والعين السخنة ويقول هو ده اللي احنا بنعمله على مدار الأربع سنين يعني الحديث بتقوله أنه الحوار الوطني يقرب الشباب أو يسرع من دمج الشباب في الحياة السياسية والحياة العامة مجتمع مدني تقدمنا بالاقتراح الاهتمام الكبير بالأنشطة الطلبية وأيضا بالاتحادات الطلبة وكمان رؤية الشباب ده احنا كمان بيقولوا أدي الأنشطة الطلبية وابتدت الحكومة على مدار الأربع سنين اللي فاتوا بيدعمونا طب ليه ما نتجيش أنه نعمل نفس الشكل اللي اتعامل في مصر نعمله في أفريقيا مداما تجاه الدولة الاهتمام بأفريقيا طب ما احنا ناخد الجماعات اللي موجودة على مستوى دول أفريقية ونقول أدي النموذج محترم من دولة مصرية نكحت فيه فالحديث اللي احنا بنقوله اللي احنا بناخد من الشباب ويقعد ندرسه عندنا لجنة دلوقتي داخل تنسقية شباب العذاب والسياسين مختصة بالحوار الوطني فبتجمع كل الأراء اللي موجودة سواء بقى كمجتمع مدني لتخص عاجات اجتماعية أو ما يخص الاقتصاد أو ما يخص السياسة فخلاص انتي عندك هايك تلات ملفات لو أي حد بيفكر سواء معارض أو مؤيد انه عايز اتطور من الملف ده هو في الآخر هيقود بالنفع على المواطن المصري بالتأكيد